هو عامل استحواذات القياسية نتحدث هذه المرة عن الشركات المتفوقة في مجال أشباه المواصلات أو أنصاف النواقل كوالكم الشركة الرائدة في هذا المجال تفكر للسيطرة أكثر على هذه الصناعة وتفكر بالاستحواذ على شركة هامة جدا في هذا القطاع شركة NXP ويبدو أن هذه الشركة ستعزز دور هتين الشركتين أكثر في هذا السوق نتحدث عن كوالكم التي ستلجأ إلى هذه الصفقة والتي قدرت قيمتها ب 47 مليار دولار طبعا كون الشركتين مدرجتين في سوق الأسهم هذا يعني أنها تحتاج إلى المزيد من الوقت للموافقة وربما ستأتي حتى نهاية هذا العام بماذا تتخصص كلا الشركتين البداية مع شركة كوالكم هي أكبر مصنع لرقائق الهواتف المحمولة ورقائق الاتصال في العالم بل أن الشركة تعمل في مجال أيضا المعالجات ويبدو أن الرقائق الإلكترونية لهذه الشركة بحسب طبعا عملها فيها لأن الهواتف ستعزز من ما كانتها أكثر في السوق ماذا عن NXP وهي المصنع الأسرع نموا في صناعة رقائق السيارات وإنترنت الأشياء الشركة تنشط كذلك لدينا بكونها ليست فقط سريعة في هذا المجال وإنما أيضا تسعى إلى تعزيز ما كانتها أكثر في سوق إنترنت الأشياء من هم العملاء الأساسيون لكل الشركتين؟ نتحدث عن عملاء كوالكم قبل أن نخذ في تفاصيل طبعا قيمة هذه الصفقة ولأين ستتجه كوالكم عملاء الأساسيين سامسونج HTC جوجل الهاتف طبعا وصوني أما عملاء NXP فهما طبعا نتحدث عن شركة أبل أمازون أوراكم وكذلك ويفي فقط فيما يتعلق بإذا اكتملت هذه الصفقة بالشكل الصحيح هذا يعني أننا سندخل على عالم سامسونج وإنتل في هذا المجال الحصص السوقية لكل الشركتين كوالكم تبلغ حصتها السوقية في مجالها 49.3% تحديدا في صناعة رقائق الهواتف المحمولة ومعظم إرادات الشركة تأتي من تصنيع رقائق الهواتف ونصف أرباحها تحديدا الشركة تأتي من براءات الاختراع في الاتصالات وخاصة من شركات تصنيع الهواتف المحمولة NXP هي حصتها السوقية وهي الأكبر في سوقها 14.2% في صناعة رقائق السيارات تحديدا ويبدو أن هذا المجال سيتم تطويره أكثر بعد هذه الشركة وهذا الاستحوار نتحدث عن إرادات كلا الشركتين إرادات في 2015 لكوالكم كانت قد وصلت إلى 25 مليار ومائتي مليون دولار بينما NXP وصلت إراداتها في نهاية 2015 لـ 6 مليار ومائة مليون دولار يتوقع أن تنمو إرادات كلا الشركتين بعد الاستحوار لتصل إلى 30 مليار دولار حتى عام 2020 التمويل لهذه الصفقة وكيف سيكون شكل هذه الصفقة طبعاً كوالكم ستدفعها على شكل أسهم أو على شكل كاش بالبداية 47 مليار دولار نقدي وأيضاً ستشتري سهم NXP ب110 دولارات نتحدث طبعاً التمويل سيكون من J.B. Morgan Chase وكذلك من Goldman Sachs كما ذكرت إذا تمت هذه الصفقة قبل نهاية هذا العام فنحن نتحدث عن قيمة سوقية كبيرة عن حجم إرادات كبير وعن صفقة قياسية في مجال الاستحوارات خاصة في قطاع أشباه المواصلات أو نواصف أو أنصاف النواقل